متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وفيديو جديد على القناة ونهاردة ان شاء الله هنجرب الفرق مبين كل من نموذج جوجل VEO2 النموذج الذي يستخدم في إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي والنموذج الآخر وهو المنافس ثورة من شركة OpenAI لتجربة VEO2 للأسف مش هينفع نجربه public على جوجل DeepMind لأن حتى بالVBN ما بيخشش زائد ان انا عملت قبل كده join للويتليست وحتى الان ما اتحقتش بتجربة هذا النموذج لذلك تجربته هتكون من خلال الخطة المدفوعة على freepic.com اللي حطولك في الرابط في الوصفة أسفل فيديو بشكل عام انا حواريك النهاردة ان شاء الله النتيجة الحاجة التانية هنجرب ان شاء الله مع بعض صورة ونشوف صورة كفاء توصلت لحد فين ونقارن ما بين العمريقة جوجل وي OpenAI يلا بينا نشوف مع بعض اول حاجة هنخش على freepic ومن freepic هبتدي اروح على الفيديوز ومن الفيديوز ومن الفيديوز هبتدي اروح على AI Video Generator علشان ابتدي اروح للكاستم ومن الكاستم هبتدي اختار VAO2 وحبتدي احط الفرومت بتاعي اللي انا جبته من شات جي بي تي زي ما قلت لكم انا بحسن الامر باستخدام شات جي بي تي بكتب الامر بالفورمات اللي المفروض يكون عليه زي قبل كده معلمتك ازاي تكتب الفورمات الخاص بالفيديو انتاج فيديو بذكاء الاصطناعي هو بيعملي enhancement للامر وبعد كده هبتدي ان انا اقول له generate بعد ما ظبط الاسبكت ريشيو 16 ل9 وهنا ممكن انا ازود السكن دخلي 8 سكند وحبتدي ان انا اقول له generate وحنشوف مع بعض نتيجة في اي او 2 والموضوع هياخد 2.5 منتس اتنين ونص دقيقة والحد ما يتم انشاء الفيديو باستخدام موقع freebeek.com ونموذج في اي او 2 هروح لي موقع sora.com علشان انشئ الفيديو بتاعي بنفس الامر هروح احط الامر وهنا الاسبكت ريشيو 16 ل9 وريزولوشن انا هخليها 720 بيكسل وبالنسبة لي المدة اعتقد هو هيبقى 5 سكند مع 720 بيكسل وان فيديو وحبتدي ادوس انتر ونشوف النتيجة مع بعض بعد ما يتم انشاؤه ده شكل الفيديو المنتج باستخدام sora.com اوفرول حقدر اقول ان هو جيد المطر الشارع يعني مكان المطر زي ما احنا شايفين الاضاءة كل الكلام ده انا طلبته في الامر وتم تنفيزه مسترياس مود سينيماتيك مود الشخص مش باين قوي كل حاجات دي اطلبت فيه الامر يعني لو خدت بالك هتلاقي انا حبيت ان يكون التركيز اكتر على السين كله مش على الابجيكت نفسه اللي موجود في السين الى حد ما جيد ده باستخدام sora حنشوف الانتاج بواسطة باوتو داخل فريبيك اللي طول جدا على رغم ان هو قال ان هو هاخد وقت قليل كمان خد والكم من حاجة مهمة جدا انا حاول انت تشيل اي بعض الكلمات مش بتتقبل في بعض المواقع فحاول لما لو الامر لقيت في اي مشكلة في تنفيزه وقال لك مش هينفع ينفزه روح لشات جي بي تي وقل له او اي كلمات ممكن تكون حساسة اي نموذج ذكاء اصطناعي فهيتجي ان هو يشلهو لك واخد الامر مرة تانية وحطه واستخدمه داخل طبعا الموقع اللي انت بتنفيز بي الفيديو بتاعك تعالى نشوف كده هل الموضوع يعني هاخد وقت معينا اكتر من كده ولا ايه يلا بينا على فريبيك وانتهى توليد الفيديو داخل فريبيك وبصراحة يعني الموضوع خد وقت كبير جدا جدا وواضح جدا ان فيه ضغط على استخدام VEO2 من جوجل داخل فريبيك وفريبيك لو انت روحت لي الخطة المدفوعة هتلاقي ان انت تقدر تعمل بالخطة المدفوعة حوالي اللي هي الاسنشيال تقدر تعمل بيه حوالي 27 فيديو داخل فريبيك دوت كوم ده الكلام اللي هو بيقوله انا شايف ان هو بيستهلك اكتر من كده بصراحة يعني انا شايف ان هو بيستهلك اكتر من كده موضوع 27 فيديو دي انا مش متأكدة قوي من النقطة دي يعني يعني الى حد ما تجربتي معاه هتشوفوا دلوقتي الفيديو مش عارفة انا حسة ان انا ممكن اطلع فيديوهات افضل من كده بصراحة باستخدام كلين جي اي لو تفتكروا لما كنا منتكلم على في اي او تو اه فيل دوت اي اي احنا كنا جربنا ان احنا نعمل فيديو بشكل مجاني على الموقع يعني انت ممكن انت حتاخد تعمل بهم فيديو اه باستخدام في اي او تو داخل فيل دوت اي اي كانت النتيجة ممتازة جدا يعني احنا ممكن نجرب امر تاني ونشوف ولكن انا حبيت اوريك الفرق هنا 720 بيكسل نفس الجودة اللي انا انتكت بيها الفيديو من سورة دوت كام من اوبن اي اي الخلفية حلوة بالنسبة طبعا لدقة 720 بيكسل الشجر الشارع الاضاءة لكن الشخص نفسه كان ممكن يكون احسن من كده ممكن يكون لان هو 720 بيكسل ممكن يكون بـ 1024 مساء ممكن يكون افضل ولكن فيه هنا بقى ميزة حلوة قوي ان انت تقدر تقبلي ساوند افكت وتقدر تقاد لب مرحلة الـ experimental التجربية ان انت لو دفت عليه بالمنظر ده تقدر ان انت تسيلكت فايس وتبتدي ان انت تكتب انت عايز الشخص يقول ايه او ان انت تعمل upload وترفع صوت معين تضيفه للشخص وهو بيتكلم طبعا هنا الشخص مش هتبان حركتهش فاقوي لان هو بيجري فمش هيكون ملائم قوي ان انا اعمل مثل هذه الفيديو هات ولكن هنا مثلا ممكن اعمل هارجع مرة تانية sound effect وممكن اضيف sound effect apply sound effect طبعا لازم ادسكرايب طبعا sound effect ايه هو ممكن اقول ممكن the man is following هنا الشخص مينهج من كتر ما هو يعني بيجري apply sound effect او اضافة ولكن طبعا حطة اضافة sound effect او اضافة voice ليه الفيديو والشخص يتكلم دي حاجة من الحاجات الكويسة انا عارفة ان كلان جي ايه في نفس هذه الميزة ولكن برضو فريبيك مقدم هذه الخدمة ولكن فريبيك مقدم هذه الخدمة دعالوا نشوف حاجة تانية بانتاج فريبيك دوت كوم اقرب امر تاني control V امدل ايجي مان شخص قاعد في coffee shop وبيشرب coffee deal details بتاعته طبعا زي ما قلت لك من شات جي بي تي details الخاصة بالفيديو 5 seconds aspect ratio 16 لتسعة هاختار من ال custom google veo 2 وهبتدي اعمل generate ونشوف النتيجة ويا رب ما ياخدش وقت المرة دي بيقول لي estimated time 3 minutes ولكن في الحياة وبياخد اكتر من كده عشان اكون معاكم واقعية وايضا بالنسبة للأمر بستخدم نفس الأمر حبتدي اروح احط نفس الأمر 16 لتسعة هنا برضو هاختاره 720 هو slower شوية يعني بينشئ الفيديو بياخد وقت حبة ولكن مش بياخد وقت كبير 5 seconds 1 video حبتدي اقول له create video ونشوف النتيجة ونقارن الاتنين ببعض انا شايف ايضا نتيجة صورة ما كانتش وحشة ابدا كانت النتيجة جيدة انتهى نموذج veo 2 من الفيديو زي ما احنا شايفين من ميدل ايج من قاعد بيشرب كوفي في كوفي شوب زي ما احنا شايفين زي ما قلتلك الجودة 720 بيكسل مبارح لما جربته على fail.ai انا كنت احسن ان الجودة احسن من كده ولكن هو عطيني تفاصيل كويسة مفيش غلط يعني الفيديو مفيش غاية غلطة طبعا تقدر تapply sound effect او تقاد اي اوديو لو انت عايز زي ما قلتلك في الفيديو السابق نبتدي نروح على صورة ونشوف النتيجة اعتقد انه تم انشاء الفيديو ادي الفيديو تم انشاءه 720 بيكسل الفيديو حلو جدا زي ما انتو شايفين ايضا يعني العربيات مشى برا العربية هي حتحدي دلوقتي العربيات تركنا برا الشخص قاعد بيشرب كوفي زي النتيجة جيدة جدا الخاصة بصورة ايضا يعني انا شخصيا ممكن اكتفي باستخدام صورة طالما عندي اكاونت على شا جي بيتي فمحتاجش ان انا اعمل اكاونت على فريبيك تاني علشان استخدمه لو انا عندي كمان اكاونت على كلينج اي بعمل فيديوهات فانا شايف انه بنسبلي كافي بصراحة ولكن في او تو احنا مستنين يكون public على جوجل ديب مايند ونقدر نجربه يعني انا بحاول اكسس عليه اعتقد ان هو على الموقع الرسمي هيكون الموضوع مختلف ده بالنسبة لتجربة كل من صورة وتجربة في او تو من جوجل شفنا الفرق ما بين الاتنين قريبة جدا من بعضها انا عارفة ان البعض ممكن يقولي ان الصورة افضل كمان ولكن زي ما قلتلك صورة انا بجربه من الموقع الرسمي ما قدرش احكم قوي على بي او تو من جوجل على فري بيك بصراحة عشان اكون معاك واقعية هنشوفنا مبارح على فيل دوت اي اي كان ممتاز ده بالنسبة للفيديو النهاردة اتمنى تكونوا واستفدتوا بالفيديو النهاردة زي ما قلتلك في اهاية كل فيديو متنساش تعمل سابسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته